اهلا بكم من المعروف ان ساحة المعارك تكون في المناطق العسكرية والقواعد والمنشآت العسكرية هكذا تعلمنا من الحرب ولكن اسرائيل تنتهج منهج جديد في القتال تحاول به ساحة المعارك الى المستشفيات حيث يعالج المرضى والمسنين وكبار السن وايضا اللاجئين الذين احتموا بجدران المستشفيات هربا من القصف العشوائي الذي لا يفرق بين شيء هو يقصف من اجل القصف اسرائيل حولت المستشفيات الى ساحة قتال من طرف واحد بحجج واهية تفندها هي بنفسها بعد ايام من الحصار والتجويع والاقتحام اسرائيل صدرت للعالم اجمع ان مستشفى الشفاء في غزة قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات تجاه الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل ومن بينها هجمات معرقة طفان الاقصى بل وكذبت على مواطنيها واقنعتهم ان المحتجزين الذين سقطوا في يد الفصائل الفلسطينية في السابع من اكتوبر الماضي محتجزين هناك ولكن ما هي مستشفى الشفاء؟ هذه هي مستشفى الشفاء هي عبارة عن مجمع طب كبير من المباني والافنية وتقع على بعد بضع مئات من الامطار من ميناء صيد صغير في مدينة غزة وينحصر بين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال شيدت مستشفى الشفاء عام 1946 خلال الانتداب البريطاني اي قبل عامين من انسحاب بريطانيا من فلسطين وظل قائما خلال فترة ادارة مصر للقطاع والتي استمرت عقدين تقريبا بعد حرب عام 1948 في عام 1967 استولت اسرائيل على غزة واحتلته مرة اخرى وظل مستشفى الشفاء مكانا محوريا لفترة طويلة قبل سيطرة حماس على القطاع مؤخرا طرع المستشفى 36 رضيعا وفقا للطاقم الطبي هناك الذي قال انه لا توجد الية واضحة لنقلهم بعد ان توفى منهم ثلاثة اطفال نتيجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي كانت تدير الحضانات هذا الاسبوع ولكن دربت اسرائيل حصارا شديدا على المستشفى مدعية انه ملجأ للفصائل الفلسطينية وسط تعالي الصراخات والمنشدات التي طلبت بالخروج لسيما ان الاوضاع الانسانية صعبة للغاية داخل المجمع المحاصر ولكن لا حياة لمن تنادي رغم التحذيرات والتأكيدات بالرفض القاطع للاقتحام مستشفى الشفاء ارتكبت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي جريمة مكتملة الاركان واقتحمت المستشفى بعشرات من الجنود فجر الاردعاء والمدعمين بالاليات العسكرية المحاصرة للمستشفى من الكارج دخل جنود جيش الاحتلال مستشفى الشفاء واعلنت وزارة الصحة في غزة عن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالتحصن داخل الطوابق السفلية للمجمع الطبي واتخاذها الكوادر الطبية والنازحين دروعا بشرية ولكن ماذا وجد جنود جيش الاحتلال؟ تبين بعد ان اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المجمع ودهمته وتم تفتيش جميع اقسام وغرف المستشفى كاقسام الطوارئ والجراحة والكلة والقلب بعد حصاره لليوم السادس على التوالي في مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جينير انه لا شيء بالداخل فقررت الخروج اذاعة الجيش الاسرائيلي صرحت بانه لا يوجد مؤشر على وجود اسرى داخل المستشفى في قطاع غزة وفقا لشبكة سينين الامريكية اذا اولاء المحتجزين غير موجودين داخل المستشفى لماذا اذا اقتحمت اسرائيل المجمع الطبي؟ الاجابة فشل استخباراتي وعنف غير مبرد ذكر مدير مجمع الشفاء الطبي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة للبوابات الخارجية للمجمع ولكن مازالت الدبابات الاسرائيلية متواجدة بشكل كثيف في محيط المجمع وتواصل عمليات اطلاق النار والقذائف بالانتكاه كل ما يتحرك في داخل المجمع او في محيطها اذا ماذا تريد اسرائيل من هذه الحرب؟ ماذا تريد اسرائيل صراحة من هذه الحرب؟ القضاء على الفصائل الفلسطينية؟ ام قتل الاطفال؟ ام تهجير الفلسطينيين؟ ام نزع السلاح من داخل القطاع؟ عادة احتلاله ربما اظن لا احد داخل اسرائيل يعلم ماذا تريد اسرائيل اشتركوا في القناة